بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة السادسة والخمسون من سلسلة صيانة وإصلاح محركات الديزل والمحاضرة بعنوان أنواع مضخ التزيد Types of lubricating oil pump مصفات الزيت oil strainer هي عبارة عن شبكة مصنوعة من السلك المعدني زي تفتحات صغيرة جدا هذه الشبكة توضع في غلاف ده الغلاف تربط أسفل ملخة الزيت الزيت تربط أسفل ملخة هنا ملخة الزيت الجزء ده ملخة الزيت بحيث تكون على بوعد مناسب من قاع وعاء الزيت تفاديا للتقاط الرواسب المعدنية الناتجة أثناء تشغيل المحرج والتي تتراقم داخل وعاء وبالتالي تعمل مصفاة على تنقيذ الزيت من الرواسب والشواء لمنعها من الوصول إلى أجزاء المحرج مع تضفق سائل تزيد ملخة الزيت الأول بام تستخدم عدة أنواع ملخات الزيت ضمن مجموعة تزيد لأجزاء المحرج مثل الملخات الترسية جير بام والأشكال التي أمامنا توضح بعض أنواع الملخة الترسية زي لوب جير بام والإكستيرنا جير بام وهي تستمد حركاتها عادة على اختلاف أنواعها من عمود كامات المحرك الكامشافت وأحيانا من عمود المرفق الكرانكشافت والغرض من المضخة هو سحب الزيت من الوعاء ثم دفعوه إلى دائرة نظام التزيد تحت ضغط معين يتناسب مع الضغط اللازم لوصول سائل التزيد لأجزاء المحرك المختلفة ويتم تزويد المضخة بمنظم ضغط الزيت برشار رجلويتين فالف والفيديو التالي يوضح أنواع مضخة التزيد الترسية المشروع دقيقة على الإلقاء الم气 الملسكات مخصص$ للقناة 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 لقناة والفيديو التالي يوضح طريقة عمل المضخة الترسية الدوارة الروتور جير بام و المضخة الترسية الخيرجية الأكسترنا جير بام التواصل الورواتي او قمشاحت من تخوص المسخ الألقاف مررانة مررانة الوحل المربحة لставляن مررانة الدكتور واسخل من المربحة المربحة تريد من يلميرا هذا يتبقى مررانة المربحة المربحة التحضير في تحضير من المربحة لذلك يتبقى طلبها والمowingك Jamaica كم acompan الشاركين المتBeans المتفيل الآن والمسدين تلك الإوبة القليل المتحمول من الطعية وهي كبيرة عملها ش Carneمع المتإ sends지 رغمها موجودة امارة مرات في النظمة أمارة مرات في الوزن نحن في أسلان العمل في نظام مرات في الوزن عليهم واشلون المرات في الوزن ومن تسلين الفور من الضانية ارسل الحر مماتة بطريقة العقلية بیالو من الحوال Å H&M that's a safety measure to ensure the engine is never starved for oil. As the pump rotates and engine speed increases, the volume of oil delivered also increases. The fixed clearances between the moving parts of the engine prevent oil escaping back to the sump and pressure builds up in the system. An oil pressure relief valve stops excess pressure developing. إهلت كبير لكي خلال المكتابة تأتي باستخدام الوصول إلى الديكسيات لتدخل الرجال المدرسة من الوصول